مدرسة عكس أسنوات الفارطة في أول يوم من الدراسة نتقل إلى ناديا زعيط بي بوفاريك ولاية البوليدة أهلا بك مرة أخرى ناتيا إذن معك وليا التلميذ ربما هي اليوم أدخلت ابنتها أو ابنها إلى مقاعد الدراسة كيف هي الأجواء عندك يا الآن؟ إذن أهلا بك زميلي بلال مرة أخرى نحن لازم نتواجد أمام مدرسة الخلدونية بولاية البوليدة بفريق تحديدا حيث تتواصل تغطيتنا المباشرة للدخول المدرسي في يومه الأول إذن تحضر معي إحدى السيدات هي ربما جدت طفل يدخل اليوم إلى مقاعد الدراسة في يومه الأول السيدة ربما قبل دخولنا إلى المباشرة قالت بأنها درفت دموع كثيرة من أجل ابنها ربما سنحاول أن أخذ انطباعها الحج أصباح الخير قلت لي مقبلة باللي بكيت على ولد وليدك يدخلي قراءة كيفش حسيتين؟ بكيت مسكين علي صغير وبابا ما غايب هذي اللي بكيت عليه بابا ما وشحنا بكيت والله هاذا تدو؟ هاذا مقبلة وربي نجح وليدتنا قاع إن شاء الله إن شاء الله قولي لي برك الحجة كيفش وجدته نفسيا بش يدخل لي قراءة؟ فرحان فرحان لا لا ونيدي فرحان فرحان ويقراء مليح الحق يقراء مليح الله يبارك كنا ديرينه في الجمعية قراء الله يبارك يجي هو الأول الله يجي هو الأول في الجمعية أول مرة تفارقوه ربما يدخل على المسيد بعيد عليكم على بها حسيت وبلي شغل أول مرة هاذي قال غير الصباح في الجمعية وذوق لي كوراك يعرف هي قال صباح وحشية شكرا الحاجة نشوفوا برك الجد هاد طيف نحاول أنه ناخده أيضا انطباعه مرحبا بك سيدي قولنا برك شفنا أنه سيدة ربما زوجتك كانت متأطرة بزاف مع دخول الحافيتك أنه يلتحق بالمدرسة اليوم الأول قولنا أنت ربما الانطباع ليس الجمعية من بعد بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تخفاش عليكم السنة الأولى بتعود طفل يتغير علي الأمور يدخل المدرسة يلقى جهي لوحد أخر يلقى عالم وحد أخر ما بين المدرسة يمكن أن يتعلمهم ما بين شيء القسمة هنا يلقى عالم وحد أخر وأما نحن نتمنى ولهم النجاحة لكل هال وهذا ولدتنا نتمنى ولهم النجاحة لكل هال والشيء قوي ركعات فتقعد له في مخو السنة الأولى بالأخص الأم الكبيرة والأم الصغيرة هو مالف الدار ومالف أخر ويفرقوا عليه وهذه سنة الله في خلقها وليبرك الحاجة كيفاش شفنا بولاية البوليدة عرفت ربما نسبة الكوليرا ربما كيفاش أنتم تحسوا التلاميذ وزارة التربية طمئنت بهذا الخصوص سامحني من جانب المرضى عفنا الله وجمع المؤمنين إن شاء الله نحن في وقتنا على كلها سامحني مش نحكي لك حيث في وقتنا على النشاة الشيحنا في وقت الاستعمار ما كاش كانت النظافة من الإيمان وكلنا نظاف نحن اليوم الأمة ما نقولوش الحكومة الحكومة حنا وحنا الحكومة المرأة من بعد حشك ما ترمي من الفوق ترمي على الفتاة التحاة في القاعة هذا مش الدولة جيلي تقولو على ترمي هذه ستين كستون دسانسيقلياتون في الدار المرأة تلاي من الفتاة التحاة وعندهم وقت يدلون لهم وقت وأما النظام ما كانش ما كانوالوا بنت شوية كما يقولونا سبكلي شوية ملحنا وشوية مربطة ليد لا لا شوية مدولة لما يشواقفة وشوية حنا احنا نصم غي سبونسوب دي توسا احنا المواطنين مسؤولين على هذا الشي ما كانوالهم أطفل يطلقوا يماه أي من عندي أطفل يطلقوا يماه بهتدي بارسي روحوا للشارع روحوا أين هذا التربيع احنا بخير ما كنا شارعا احنا كنا نخافه موسيقى لازم باللي تشوف باللي لازم الأولياء تاني يحسسوا ولادهم على الدخول مدرسي النظافة ولا بد تدخل للدار يخصر يديك نقيد فارتيك كي تدخل من حاذ يقول لا أعوذ بلاي من خفة الخبائي كي تخرج قل بسم الله كي تجي تقول بسم الله هذا هي التربيع نديروا أن ربيوا هذا الجيل لعل الصجرة لا تخرج مع وجه الصجرة كيتغرسيها ولكم مدللاش مترق تخرج مع وجه هاكذاك التلميذ هرا في واحد السن سي بسيكولوجيك يجب يتربى يتربى لازم مسكون هذه مسؤولية على الأولياء ولازم هما أيضا نعم نعم نحن بايتفليق هو أساحي دينا راح مسؤول كم احنا نعم ونحن المواطنين مترباو نمتين تحركوا في القطار نمتين العمليات والنظام في اللطار ند τη منزمات في المندرة انا قمت ب butts Ü que وأشفت المواطنة بالقطار وشفت مواطنة بالتوقف وشفت بذلالي و الخشدالي نعم سيدي فقط ربما حتى لا نخرج عن الموضوع الموضوع هو الدخول المدرسي شفنا أنه تأثر من بعض الأولياء تأثر أنتم من طرفكم من حافظكم ربما هي أجواء خاصة زميل بلال هنا في ولاية البوليدة هناك مشاعر من طرف ربما الأولياء يفارقون أبنائهم لأول مرة للالتحاق بمقاعد الدراسة هي ربما ظروف أو أجواء تميز اليوم الأول من الدخول المدرسي تفاصيل أخرى أو معلومات أخرى سنوفيكم بها في الساعات الإخبارية المقبلة السلام عليكم ويبطيكم السلام جزيلا لك نادية زعي طمين